استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم محمد لبنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة مؤكدا دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم للطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية وبما يتيح للشعب الليبي شقيق المدالة لتقرير مصيره واختيار قيادته وممثلية من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدورة المصرية الحيوية وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين وإعادة توحيد مؤسسات الدولة فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها كما استعرض لمنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا حيث تم التوافق على تكفيف التشاور والتنصيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة المستددات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته